لو حضرك بكرة طلع في حلقة ومفروض تتكلم على منتخب مصر وما يحدث في كأس الأمر الأفريكي في الوقت الحالي والظروف اللي بيمر بيها منتخب مصر والتشكيل وقصة صلاح وإحنا عايزين إيه من منتخب لنهاية البطولة هتقول إيه؟ هو كلام كتير طبعاً يعني لازم أقود أنا أحب يستدر مشاهدين دلوقتي يسمعوك لازم أتكلم عن البطولة دي الجولتين اللي تموا في جولتين تمت في البطولة دي من أغرب ما يمكن يعني لم يحدث هذا أولاً نمر واحد كان مهائل من الأهداف مباراً ستة أربعة أتنين مش النهاردة لسه أربعة صفرة من شوية صحيح جداً اللي هو جنوب أفريقيا على نميبيا نميبيا فأولاً كان مهائل من الأهداف حتى مصر اتنين 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 يعني أربع أهداف وأربع أهداف صحيح مباراتين دي نمر واحد أنا أتكلم عن البطولة التي تشهد اغتيال أو أكل الكبار ها الكبار فيه لو أنت أمن نفسك وعامل وليك زخيرك وتاخد المسألة جد يا أمة هتتضرب أهداف أصغر واحد انت خبالك يعني النهاردة مين على قمة المجموعة بتاعة مصر كابفردي كابفردي ست نقاط صحيح من مطشين صحيح حد يصدق ده صحيح انت فاهم يعني تكسب غانا هي هتلعب هتلعبنا كابفردي هتلعبنا مطش جاي وكسبت غانا وكسبت موزنبيق وكسبت موزنبيق صحيح بيتم ضربهم صحيح على الأشهاد صحيح فيعني نحترم قوي بقى اللي مصر بتعمله هم يعني شوف انت كل الدول العربية الفرع العربية هم كلها يعني تعاني لا تعاني صحيح اه نفس الظروف مصر تونس والجزائل وحتى مغربة تعالية النهار يعني ما نعودش ننقد بشكل سلبي وانبس يعني روح هزيمة او روح سلبية صحيح لا لا دي دي كورة ورياضة وبعدين نمر اتنين افريقيا بتتغير وليس ما انا كمان اتغير يعني نمر ثلاثة بقى الاساليب الهجومية اي وان النهاردة ما فيش فرقة بتلعب دفاعي هم انت خبالك صحيح كله هجوم صحيح وكورة مفتوحة هجومات مفتوحة اا ولا عزاء لل يعني مش جاهز لا عزاء لا لا عزاء لللي مش جاهز اه للمنتخبات ولا لعبين للمنتخبات كمع المنتخبات اه مش لعبين اه طبعا متفايل ان شاء الله المنتخبنا في البطولة دي والله عندي تفاول والله اما ليه الله يكرمك عندي تفاول اه نحن لعبنا الشروط التاني اه قدام غانا قدام غانا لو استمرنا كده زي الشروط التاني قدام غانا اه هناخد البطولة السلام اه نكسب البطولة ان شاء الله نستغرب ان شاء الله اه احنا سنتة وتمانين اه لما كانت الامم هنا في القاهرة عندنا في مصر اه يعني اتغلبنا اول ماشر اه اول ماشر اتغلبنا من سنغال اه اتغلبنا واحد صفر وكسبنا البطولة بعدها وكسبنا البطولة صح صح انت قبلت صحية فما يعني انا متفائل باذن الله ان الفرقة والفرقة رجالة وعندهم مقدر انهم تحملوا مسؤولين باذن الله سيد حسام انا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا انه احنا بدينا اعمل البرنامج ده احنا بدينا اعمل رقم عشرة فيه الحمد لله ربنا قربنا بشوية علامات عدوا على البرنامج ده عايز اقول لك حسام بكل احترام وتقدير لحضرتك دي من اهم الحاجات واهم الحلقات واهم الفقرات اللي عملناها في رقم عشرة فانا من كل قلبي بشكر حضرتك باسمي وباسمي عمل البرنامج على تشريفك لينا حقيقي اشكرك اشكرك يا فنم شكرا جزيلا